بعد مئة يوم كاملة قدم فيها الرجل الاكثر شعبية بين رؤساء الوزراء الذين تسنموا منصب قيادة الحكومة العراقية منذ سنوات قدم حلولا لملفات شائكة كانت تعمل على عرقلة العملية السياسية في البلاد يخطو رئيس الوزراء مصطفى الكاظم خطوة طويلة تقرب المسافة هذه المرة بين بغداد وواشنطن اليوم ومع اقتراب اللقاء المنتظر بين الكاظم ورئيس الامريكي دونالد ترامب وحيث ان الاخير يحاول بجيش بلاده الوصول الى قرارات حاسمة بشأن التوجد الامريكي في الاراق وما تتعرض له من ميليشيات كما تقول تقارير صحفية عالمية انها لا اكثر خطرا على القوات الامريكية فان قرارات حاسمة من نوع اكثر اهمية بالنسبة للكاظمي تتمثل بان يقطف الاراقيون ثمار جهود حثيثة عمل عليها الرئيس منذ تسنمه للمنصب اضعاف النفوذ الايراني في المنطقة هدف امريكي في المقابل فان هدف الحكومة الاراقية التي ترفع شعار الاراق اولا يتمثل بحفظ سيادة البلاد واعادة هيبته التي كانت تخلق له دولة القانون والمؤسسات ودولة الانتاج يتعطش الشارع الاراقي لقطف ثمار اللقاء وتطبيق ما يخدم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء وجهات نظر معمقة ترى ان الزيارة مرتبة لها بالتوقيت المناسب الذي يفسر الابتعاد عن سياسة المحاور واستعادة المنهج القديم للعراق بالانفتاح على المشهد العالمي وما يريده المواطن العراقي بسعيه المستمر الذي يترجم على شكل تظاهرات واحتجاجات انه مل من حالة الركود في البلاد وحالة الفوضى بغياب الامن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر